اخبار الثانية على قناة يمن شباب نبدأها بالعنوي خمسة شهداء وإصابة قيادات عسكرية كبيرة في قصف لميليشيا الحوثي على قاعدة العند أمهات المختطفين بعدا تطالب بالكشف عن مصير العشرات من المخفيين قسرا التحالف العربي يتهم الحوثيين بمنع تفريغ ثلاث سفن في ميناء الحديدة منذ ثمانية عشر يوما أهلا بكم والبداية في لحجة حيث أصيب رئيس الأركان العامة ونائبه ورئيس الاستخبارات قتل عدد من العسكريين الخميس في قصف حوثي استهدف عرضا عسكريا في قاعدة العند الجوية بلحج وقالت مصادر إن طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي قصفت منصة العروض بقاعدة العند العسكرية ما أدى إلى إصابة رئيس هيئة الأركان النخعي ونائبه الزنداني ورئيس جهاز الاستخبارات محمد صالح طماح والقائد العسكري جواس ووفقا للمصادر فإن خمس شهداء حتى اللحظة وأكثر من عشرين جريحا من الجنود وصفت إصابتهم بالخطرة هذا وقد قصفت ميليشيا الحوثية القاعدة الجوية خلال احتفال عسكرية لتشين العام التدريبي ومن بين الجرحة محافظ لحج اللواء أحمد التركي وإعلامية المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب وفقا لمصادر عسكرية وأضافت المصادر أن الطائرة تحلقت في سماء المنطقة وقامت بقصف المنصة لحظة وصول أو دخول القيادات العسكرية لها وقال شهود عيان إن عشرات من الإصابات الحرجة تم نقلهم إلى مستشفيات لحج الحب لله الأمور ممتازة جدا ونحن نفسها ممتازة وطائرة التي أرسلها الحوثي طائرة قاشلة قرحت على بعيد ولن تصيب أحدا ولن يروح علينا أحدا من الأفراد من القادة كلنا بسلامات وأمورنا بممتازة وصحة بممتازة وإن شاء الله أنه لا يصيب جموتنا المسلحة أي أذن والحوثي فائشلين فائشلين مهما أرسلوا من طائرة تبنون ضيار أو طائرة من فخاخة هذا الطائرة أتت من فخاخة ونحن على معرفة أن نبيست تقرمها لكنها لا تضر أي شيء العرض مشاء بشكل ممتاز وانتهى الحفل ونحن بروح معنوية عالية وطائرة تفكر على بعد من مكان المنصة إلى ذلك أكد شهود عيان أن الانفجار وقع بطائرة من دون طيار ونقلت مصادر إعلامي عن المصور الصحفي نبيل القعيط قوله إن طائرة من دون طيار شهدت تقترب من منصة الاحتفال بتدشين العام التدريبي في قاعدة العند دون أن يتم اعتراضها وأضاف شاهدنا الطائرة تقترب من منصة الاحتفال وكنا نتوقع أنها طائرة لتصوير الحفل حتى هبطت داخل منصة الحفل وأحدثت انفجارا ضخم ورجح القعيط سقوط جرحا يقدر عددهم بخمسة عشر من القيادات التي كانت حاضرة على المنصة دون أن يتمكن من تحديد هويتهم القعيط أوضح كذلك إصابة إعلاميين في هذه الحادثة أو إعلاميين في هذه الحادثة بينهم الإعلاميين نبيل الجنيد ومحمد النقيب هذا وكانت ميليشيا الحوثية الإجرامية قد أعلنت مسؤوليتها عن هذا العمل الإجرامي الذي استهدف عرضا عسكريا أقيم في قاعدة العند بلحج وبمناسبة تدشين العام التدريبي الجديد قالت قناة المسيرة الناطقة بلسان حالي الميليشيا الإنقلابية المدعومة من إيران إنما أسمته سلاح الجو المسير نفذ هجوما على قاعدة العند بلحج الجنوبية البلاد مشيرة إلى أن الهجوم الجوي تم بعد عملية رصد دقيقة للتجمعات والتحركات داخل القاعدة العند أكد قيادي عسكري همية المرتفعة التي فرض الجيش الوطني سيطرته عليها مؤخرا في جباة دمت شمالية الضالع قال المقدم أو المقدم نصر الرزاقي ركن التوجيه في اللواء الرابع احتياط قال إن سيطرة الجيش على جبال الظهور وقرية المعرش يمكن الجيش من التقدم باتجاه دمت في إطار العمليات العسكرية الجارية لتحرير المدينة وأضاف بأن المرتفعات التي سيطر عليها الجيش قريبة من خط الاسفلت الرابط بين النادر ودمت وبالسيطرة عليها تسهل عملية الدخول إلى مدينة دمت وفي رده على سؤال بشأن منطقة الحقب والاتباب المحيطة أوضح الرزاقي أنه لم يتبقى سوى بعض الجيوب من الميليشيا ولجأت إلى زراعة المنطقة بالعبوات الناسفة والألغام وأكدا في هذا السياق أنه مع كل حالة انهيار للميليشيا التي تعيش أضعف حالتها تلجأ إلى زراعة الألغام في محاولة منها لإعاقة التقدم وتحرير مدينة دمت التي هي هدفا للجيش وتسير وفق خطط مرسومة بدأ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث متفائلا بتحقيق تقدم فيما يخص تنفيذ اتفاق السويد بين الأطراف اليمنية وقال الأعمال العدائية انخفضت في الفترة الأخيرة رغم وجود أعمال عنف في الحديدة وأضاف خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي بأن هناك تقدما في تنفيذ الأطراف المشاركة في ستوك هولم لالتزامهم بشأن الحديدة رغم صعوبة الأمر وأشار إلى أن تفعيل لجنة تنسيق إعادة الانتشار تعد خطوة هامة وينبغي على الطرفين مواصلة الانخراط بشكل منتظم وبحسن نية مع الجينرال كامريت وفريقه حتى يتم التنفيذ السريع للترتيبات الأمنية ولتحسين مرور المساعدات الإنسانية ووصف غريفث الدمار في مدينة تعز بالمروع داعيا إلى زيادة المساعدات الإنسانية لتتجاوز أثار الحرب وكشف المبعوث الأممي أنه تم اتخاذ خطوات لتنفيذ تفاهمات ستوك هولم حيث قام الطرفان بتسمية أعضاء اللجنة المشتركة حول تعز والتي من المتوقع أن تعقد الشماع الأول قريبا إلى ذلك أكد أن ما سيتم تحقيقه في تعز ستتردد أصداءه في الحديدة مشيرا إلى أنه ينبغي أن تستفيد تعز كامل حديدة من اتفاق ستوك هولم حد قوله وعبر عن آمله أن لا تنحرف الأطراف المعنية في التزامياتها مؤكدا أن الأيام المقبلة محفوفة بالتحدي أتوى علينا أن نحرز تقدما على طريق الحل إلى ذلك أكد منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك في كلمة الله خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أن الحوثيين أعاقوا وصول مساعدات إنسانية إلى مناطق سيطرة الشرعية وأشار لوكوك إلى أن المدنيين في الحديدة باتوا أكثر أمنا بعد اتفاق وقف إطلاق النار على حد قوله مشددا على أنه يجب احترام القانون الدولي في كل أنحاء اليمن وفي كل الأوقات ومتجاهلا للهجمات التي تشنها الميليشيا على المدنيين في الحديدة وقال لوكوك إن عشر ملايين من اليمنيين على شفير المجاعة ونصف المنشآت الصحية متوقفة وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل لاعتماد خطوات لتحسين آليات توزيع المساعدات في اليمن كما أكد المسؤول الدولي أن الدعم السعودي للريال اليمني ساهم في تعزيز الاقتصاد كما أضاف إلى أن زيادة بنسبة 25% في تجنيد الأطفال في اليمن وجدت في العام المنصر خلصا تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش إلى أن تنفيذ اتفاق السويد بين طرفين نزاع في اليمن مهمة معقدة أظهر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش عن سير تنفيذ قرار مجلس الأمن 2451 والذي غطى الفترة بين 28 من ديسمبر 2018 والرابع من يناير 2019 أظهر صعوبات هائلة تقف أمام تنفيذ اتفاق السويد في التقرير يقول الأمين العام أن عدم الاتفاق على تفسير مشترك لاتفاق السويد أحد أهم العواقل التي تهدد الاتفاقية بسبب تمسك طرفين نزاع بتفسيرات متناقضة في حين أوكل كبير المراقبين إلى الطرفين الاتفاق على شيء معين دون أن تقدم الأمم المتحدة تفسيرها الملزم للاتفاق في الجانب الإنساني قال التقرير أن الحوثيين غير مستعدين لاتخاذ خطوات بناء الثقة على عكس الحكومة اليمنية موضحا أن الحوثيين رفضوا السير في تدابير بناء الثقة ورفضوا فتح الطريق في 29 من ديسمبر وعمدوا بدلا من ذلك إلى عملية نحادية الجانب لإعادة الانتشار التقرير ذكر أيضا أن باتر كامرت كان واضحا نمام الحوثيين والحكومة بأن أي العمليات الوحادية لجانب لإعادة الانتشار لن تكون ذات مصداقية ما لم توافق نصوص اتفاق السويد ويتأكدوا منها الطرفان والأمم المتحدة وحذر من تكرار عمليات الحوثيين في الميناء عراقيل جديدة وضع الحوثيون أمام عمل الأمم المتحدة منها ضرورة أن تختر الأمم المتحدة الحوثيين في صنعاء بقدومهم قبل ثلاثة أيام بدلا عن يومين كما رفضوا التصريح بمرور معدات الأمم المتحدة وسلامة موظفيها مع تزايد التهديدات لموظفيها في الحديدة وفقا لتقرير الآمن العام للأمم المتحدة حملت نقابة المعلمين اليمنيين ميليشيا الحوثية الانقلابية مسؤولية عرقلتها صرف حوافز المنحة المالية المقدمة من المملكة العربية السعودية والإمارات للعامين أو للعاملين في قطاع التعليم باليمن قال فؤاد باربوت مسؤول شؤون المعلمين بنقابة المعلمين اليمنيين إنه بعد الاتفاق في بيروت بين ممثلي وزارة التربية والتعليم ووفد الميليشيا بحضور اليونسف على تحييد المعلمين عن الصراع انقلبت الميليشيا وتمت المماطلة والتسويف عبدالله لملس اتهم كذلك بدوره اليونسف بالتواطئ مع الميليشيا وعدم صرف مساحقات المعلمين من هذه الحوافز والسغرب لملس عدم اشراك المملكة العربية السعودية لوزارة التربية في حكومة الشرعية في صرف هذه المنحة وأكد باربوت أن هناك مؤامرة من المنظمات الدولية ضد الحكومة الشرعية وخصوصا بعد تكرار المطالب الحكومية لتلك المنظمات كما تم نقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن وأضاف الشرعية تتحمل واجبها وهي تقوم بدفع رواتب معلمين نازحين من مناطق سيطرة الميليشيا بعد أن فروا إلى مناطق الشرعية أعلنت الهيئة الوطنية الشعبية رفضها لجهود الإمارات أو وجود الإمارات في اليمن لإشهارها اليوم الأربعة أو في إشهارها اليوم الأربعة وتتمثل أهداف الجبهة التي تضم نخبة من السياسيين والإعلاميين والحقوقيين وخطباء ومرشدين ووجهات اجتماعية ومن مختلف شرائح المجتمع اليمني تتمثل أهدافها في مواجهة التواجد الإماراتي بكل الوسائل الممكنة السلمية والسياسية والإعلامية وكذا الشعبية والعسكرية أكدت الهيئة على مواجهة الانقلاب الحوثي في شمال الوطن وميليشيا الإمارات في الجنوب والتي تعمل على تقويض شرعية الرئيس هذه وحكومته في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى وجددت رفضها تشكيلات أي مكونات وكتائب وميليشيا مسلحة والتي تعمل خارج مظلة الدولة والنظام والقانون دعا حزب الإصلاح الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن دعتهم إلى اتخاذ الموقف المناسب مما أقدمت عليه الميليشيا الحوثية من عمل هامجي بتهديد عائلة عضو الهيئة العليا للإصلاح محمد قحطان والمخفي قصرا لدى الميليشيا منذ أربعة أعوام وهددت ميليشيا الحوثية أسرة محمد قحطان حيث أمهلتهم ثلاثة أيام لمغادرة منزلهم في صنعاء وذلك للسيطرة عليه ما لم سيتم اقتحامه بالقوة وأدان حزب الإصلاح التهديدات الحوثية ووصفها بالاعتداء الأرعن والهمجي على أسرة رجل السياسة والحوار المختطف الأستاذ محمد قحطان وقال بيان الأمانة العامة للإصلاح في الوقت الذي كنا ننتظر الإفراج عن القيادي والسياسي محمد قحطان مع كافة المختطفين خلال أيام قليلة حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاق السويد نتفاجأ بتصعيد الميليشيا وإمعانها في ارتكاب الجرائم والانتهاكات التي ليست بحق المختطفين المدنيين فحسب وإنما بحق أسرهم في تحدي وقح للجهود الدولية الرامية إلى وقف الحرب إلى تعز حيث وجه محافظها نبيل شمسان بتسفير الحالات الحرجة من المصابين جراء المجزر الأخير التي ارتكبتها ميليشيا الحوثية الانقلابية في حي الروضة شمال شرقية تعز وقال مدير عام إعلام المحافظة نجيب قحطان قال إن وفدا من السلطة المحلية قام بزيارة الجرحة في قسم الرقود بمستشفى الصفوة بناء على تكليف من المحافظ شمسان مشيرا إلى أن هناك حالات قال الأطباء بأنها إلى حاجة لتلقي العلاج في الخارج اليوم بتكليف من معالي المحافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان تم زيارة الجرحة في مستشفى الصفوة هؤلاء الذين أصابتهم القذيفة الساقطة من قبل الحوثيين والذين أصيبون إثرها ما يقل عن 13 قريح إضافة إلى استشهاد امرأة وطفلها ورق الآخر متأثرين بالقذيفة وقد التزم محافظة محافظة تعز بتسفير من سيتقرر تسفيرهم إلى الخارج للعناية ولمعالقتهم بإذن الله نتقدم بالشكر القزين لمحافظة المحافظة لتقاوبه وتفاعله مع قرحة تعز وبإذن الله سيتحقق لهذه المحافظة الأمن والاستقرار ولن يهزمون الحوثيين بقذايفهم خاصة أن محافظة تعز منذ أربع سنوات استطاعت أن تتعدى كل حواجز الموت وبإذن الله ستعانق الحياة سواء أبل حاقدون أم رفضوا لذلك وفي عدن حيث تواصلت احتجاجات الأمهات للمطالبة بإطلاق ذويهين من سجون تابعة للإمارات وقالت الأمهات في وقفة احتجاجية نفذتها صباح الأربعة أمام مقر للتحالف بعد أنهن ينتظرن بشوق ولهفة راية أو رؤية فلذات أكبادهن الذين لا يعلم مصيرهم المجهول مناشدات الكشف عنهم أو معرفة أوضاعهم الصحية والمعيشية ورفعت الأمهات صورة أبنائهن المخفيين قسرة منذ أكثر من عامين مطالبات بتمكينهن من حقوقهم الإنسانية العادلة أو بتمكينهم من حقوقهم الإنسانية العادلة وإعادتهم إلى أمهاتهم وذويهم الذين ينتظرون عودتهم مناشدات بالوفاء بالوعود المتكررة التي تتلقاها الأمهات بشكل يوميا دون فائدة هذا وكانت الأمهات قد نفذن وقفة احتجاجية في شهر نوفمبر المنصر أمام مقر التحالف بعداً وقدمنا كشفاً بأسماء أبنائهن المخفيين على وعد بأن تتلقى الأمهات إجابات من إدارة الأمن والتي لم تعطي الأمهات أي إجابات أو تفاصيل ومعلومات عن أبنائهن حتى اليوم استنفت الفرق الهندسي أعمالها في إعادة ترميم خط صافر العبر للحد من الحوادث المتكررة التي يتعرض لها المسافرون المساحة المستهدفة تمتد إلى 62 كم طولي وبتكلفة مالية تزيد عن 100 مليون ريال زملنا عمر المقرمي زار المكان وأعد لنا هذا التقرير انتبه أنت في خط الموت رغم الإرشادات التعليمية واللواحات التحذيرية من سوء الطريق إلا أن الموت يكمن بين هذه الحفر وللحد من الأحداث المتكررة التي يتعرض لها المسافرون مراراً والتقليل من عواقب السير في هذا الخط استأنفت الفرق الهندسية للطرق والجسور عملها بترقيع هذه الحفريات المخيفة كضرورة مؤقتة بتمويل من شركتي صافر والغاز بلغت تكلفتها ما يزيد عن 100 مليون ريال ثم اليوم تدشين أعمال الصينة الطارئة لمشروع غويربان صافر وليسيتم فيه عمل صينة طارئة للمشروع طبعاً تم هذا بالتعاون مع الأخوة في شركة صافر المفط وشركة الغاز واللي نقدر تعاونهم وتفعوهم الإيقابي مع الموضوع المشروع عبارة عن شغلة إسعافية سيتم فيه رفع كفاءة الطريق نسبياً حتى يكون صالحاً للإستخدام يمثل خط صافر العبر الوديعة شرياناً حيوياً وخطاً استراتيجياً لليمن والسعودية غير أن المساحة المراد ترميمها تبلغ 62 كيلومتر ومدة إصلاحها تستغرق أكثر من شهر تم تشكيل فريق لنزول ومباشرة العمل للسندوق الصيانة الطارئة يتدخل الطارئ في تنفيذ هذه الطريق بصورة عاجلة وبصورة استدنائية وذلك لما توليه من أهمية استراتيجية لكون الطريق تعتبر طريق دولي ومنفذ وحيد للجمهورية الليمنية يربط بجميع الدول الجوار جهود كبيرة تبذلها السلطات المحلية بمحافظة مأرب بمتابعة إصلاح هذه الطرق وتكملتها في مراحل مختلفة لكن ذلك يتطلب أيضا جهدا حكوميا كبيرا لإنجاز المشروع خط صافر العبر منطقة الخطورة العالية حيث الطريق فيها شبه مدمرة تستأنف الفرق الهندسية إصلاحها كخطوة إسعافية وليست نهائية عمر المقرمي يمن شباب مأرب أعلن التحالف العربي عن إصدار 24 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية وقال التحالف في بيان إن السفن المتوجهة لميناء الحديدة والصليف تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية كما كشف أن ثلاث سفن ما تزال تنتظر الدخول لميناء الحديدة منذ 18 يوما في إطار العراقيل التي تمارسها جماعة الحثي لإعاقة وصول الإمدادات الغذائية سعيا نحو مفاقمة الكارثة الإنسانية وأشار التحالف إلى أنه أصدرت 19 تصريحا جويا وتصريحين بريين و 105 تصريح لحماية القوافل مبينا أن إجمالية تصريح التي منحها خلال ثلاثة أيام وصل إلى 150 تصريح نهاية النشرة تذكيرا بالعنوي خمسة شهداء وإصابة قيادات عسكرية كبيرة في قصف لميليشيا الحثي على قاعدة العند بلحج أمهات المختطفين بالعاصمة المؤقتة عادا تطالب بالكشف عن مصير العشرات من المخفيين التحالف العربي تهم الحثيون بمنع تفريغ ثلاث سفن في مهناء الحديدة منذ 18 أب تغطية ما زالت مستمرة نلقاكم مع المتصف لاحقا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر